ولذلك هذا الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم مقابله ماذا أجر رفعة عند الله تبارك وتعالى بل أنا أدعو كل من ابتلي في هذه الدنيا أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بل أن يدمن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أحيانا قد تفوت عليه أشياء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتبه لها يعني تقريبا كل ابتلاءات الدنيا ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب عاش بعيدا عن أمه أربع سنوات عند حليمة سعدية رجع بعد ذلك إلى أمه سنتين ثم ماتت أمه ينتقل من بيت إلى بيت فتأخذه أو يأخذه جده عبد المطلب يجلس معه سنتين ثم يموت جده عبد المطلب فيأخذه عمه أبو طالب فيتربع ويرعى الغنم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لما جاءت البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أوذي إذاء عظيما خنقه عقبة بن أبي معيط حتى كاد يقتله حتى دفعوا عنه أبو بكر الصديق ألقي سل الجزور بين كتفيه عمه أبو لهب يمشي خلفه ويقول ابن أخي هذا كذب مجنون ساحر وتحمل هذا يقتل أصحابه أمام عينيه ياسر والد عمار وسمية ولا يستطيع أن يصنع شيئا لهم يعذب أصحابه كبلال ومصعب وغيرهم أمام عينيه وزنير وغيرهم يعدبون أمامه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصنعوا لهم شيئا حتى قرروا قتله صلى الله عليه وسلم ففر منهم هارب إلى المدينة وقبلها خرج إلى الطائف وأوذي صلطوا عليه الأطفال والعبيد يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم طرد من بلده ماتت زوجته خديجة مات عمه أبو طالب ثم بعد ذلك أولاده كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ستة من أولاده يموتون في حياته صلى الله عليه وسلم زينب رقي أم كلثوم عبد الله القاسم إبراهيم كلهم ماتوا أمام عينيه صلى الله عليه وسلم وصبر صلى الله عليه اتهم في عرضه في عائشة رضي الله عنها فصبر الجوع كان الصحابة يربطون الحجر على بطونهم من الجوع لما يجدون من الجوع فقالوا يا رسول الله أصابنا جوع شديد حتى ربطنا الحجر فرفعه فإذا ربط حجرين صلى الله عليه وسلم كل ما يفكر الإنسان في ابتلاء أصابه أصاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأكثر صلى الله عليه وسلم تعرض للمرض تعرض للسحر تعرض للمحاولة القتل من اليهود وغيرهم مرات صلوات ربي وسلامه عليه كسرت رباعيته شج وجهه يعني كل هذه خوفة في الله كل هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ابتلاءات من الله ترى هل هذه عقوبات له هذا معصوم صلى الله عليه وسلم وإنما كل ما وقع له فإنما كان هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لرفع درجته عند الله جل وعلا وقد فعل ربنا جل وعلا